يمكن دلوقتي الامر مش متوقف على ايه ترند على قد ما هو متوقف على ايه نوع المحتوى اللي بيوصل او اللي مسموح انه يوصل اتهامات كتير موجهة للمنصات انها بتحجب المحتوى الداعم لفلسطين اخرهم كان من وزير الاتصالات في ماليزيا اللي وجه اتهام لشركتين ميتا و تيك توك بحجب المحتوى المؤيد لفلسطين وردت الشركتين ان اتهامات كوالا لنبور لا اساس لها من الصحة رغم اشارة شركة ميتا لوجود خطأ فني غير ذي صلة من جهة تانية اظهرت كتير من التقارير ان اسرائيل دفعت ملايين الدولارات من اجل الترويج لوريويتها في الحرب على غزة واغراق مستخدم الانترنت الفرنسيين تحديدا بالاعلانات المناهضة لحركة حماس وقالت صحيفة البرياسيون المفرنسية ان مستخدمي يوتيوب او العاب الموبايل في فرنسا اتعرضوا خلال الايام الماضية لكتير من الفيديوهات الدعائية اللي انتجتها وزارة الخارجية الاسرائيلية بهدف حجد الرأي العام العالمي لصالح موقفها من اجل مناهضة حماس وقدرت اداة التسويق الرقمي سمرش التكلفة يعني تكلفة بتقدرها بتكلفة مقاطع الفيديو الدعائية الاسرائيلية في فرنسا بحوالي 4.6 مليون دولار رد المتحدث باسم السفارة الاسرائيلية في فرنسا على التقرير وقال لست على علم بأي استهداف محدد للشعب الفرنسي نريد استغلال المنصات بما في ذلك موقع يوتيوب لقول الحقيقة حول هجوم حماس المروعة علاقة جوجل كمان قائلة نحن نمنع المعلمين من الترويج لمقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى عنيف ومسيء لدينا سياسة قوية ضد الأمر عامة مؤثرين كتير من أمريكا بريطانيا فرنسا طلعوا وتكلموا منهم اللي قال على مشاكل حصلت لهم بسبب تأييدهم لفلسطين سواء الطلب منهم تغيير البوست أو حتى الفصل من العمل ومنهم اللي تكلم على العروض اللي تقدمت لهم عشان يعملوا دعاية لإسرائيل وفي ناس بتتمنع من نشر فيديوهات كمان على فكرة اشتركوا فيديوهات كمان على فكرة اشتركوا فيديوهات كمانا